موسيقى لحبان مباركين أهلا ومرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج الدليل على قناة الحياة المسيحية لنمباشرة أروح للرسالة الروحية النهاردة وبعد كذا نرجع للموضوع بتاعنا كالعادة رسالتنا الروحية مرتبطة بالموضوع من لوقة تسعة من واحد إلى ستة إرسالية المسيح له كل المجد لتلاميذه ودعى تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض وفي تعليمه قال لهم وَكُلُّ مَنْ لَا يَقْبَلُكُمْ فَاخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ اَعْمِلُوا إِبَغَةٌ قَاتِلُوهُمْ حَارِبُوهُمْ يُعَزِّبُهُمْ اللَّهُ بَأَيْدِيكُمْ لَا وَانْفُضُوا الْغُبَارَ أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية يبشرون ويشفون كل في كل موضع من هنا بناخد تعليم المسيح لأذباعه وخاصة هنا لتلاميزه أعطاهم قوة أعطاهم سلطان سلطان لطرد الشياطين وشفاء الأمراض من الناس علاج الناس الرحمة بالناس طيب الناس اللي مش هيئبلوهم كل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم لما طلعوا عملوا إيه فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع هنا نحن نرى جوهر رسالة السيد المسيح جوهر الرسالة حينما نقول أن رسالة المسيح ضمن أحد أعمدتها الرحمة بالآخرين هنا نرى أنه يعلم تلاميذه بعد أن يعطيهم سلطان قوة خاصة موهبة في إخراج شياطين وشفاء أمراض يقول لهم أما الذين لا يقبلونكم ولازم تخلوا بالكم من الجزئية لأن الفارق كبير جدا لم يقل لهم اضطهدوهم لم يقل لهم حاربوهم هؤلاء لم يقبلوا المسيح سيدكم بل إلهكم المتجسد لا قال لهم انفضوا غبار أرجلكم هذا الغبار شهادة عليهم في يوم الدينونة سيكون هذا الغبار شهادة عليهم خرج تلاميذ المسيح له كل المجد هم يحملون ليس فقط معلومات عن المسيح هم يحملون شخص المسيح في قلوبهم فمن خلالهم خرج شعاع المسيح بمحبته ورحمته على الآخرين على العالم كله وقال المسيح صراحة لتلاميذه في وقت آخر بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيئا لا تستطيعوا أن تفعلوا أي شيء يمكن أن تفعلوا أشياء كبيرة وعظيمة تظل كبيرة وعظيمة في نظر الناس أما في نظر السماء هي لا شيء إذن من هنا أحبائي والرسالة خاصة للأحباء المسيحيين وتحديدا أيضا للخدام بدون المسيح لا نستطيع أن نقدم المسيح إذا أردنا أن نقدم المسيح شخصه ومحبته تعاليمه المنطلق الأول هو المسيح نفسه ليس منه وهو بعيد عننا لكن منه وهو فينا تنطلق هذه الرسالة رسالة المحبة والسلام والرحمة لكل الناس بدون استثناء من هنا تستطيع أن تحكم على المسيحية من حاشتين لا ثالث لهما من مؤسسها وهو السيد المسيح له كل المجد ومن كتابها وهو الإنجيل المقدس والرسائل وأعمال الرسل والرسائل والرؤية هذا الحكم ليس الحكم وحيد ليس وحيد قال كلمة حلوة يبقى أو المسيحية حلوة وحيد قال كلمة سيئة يبقى المسيحية سيئة لا هذا المرجع هذا الأساس ثم ترى حياة الكنيسة الأولى حياة التلاميذ ماذا فعلوا كيف فهموا المسيحية كيف طبقوها وعاشوها في حياتهم هذا هو المسيح أيها الأحباء الذي جاء لكيما يخلص ما قد هلك هذه رسالة النهاردة رسالة المحبة والسلام والرحمة لكل العالم من خلال المسيح وليس بدونه على الإطلاق الرب يبارك حياتكم مباشرة أدخل إلى موضوع حلقة اليوم نحن الأسبوع السابق بنعمة الرب تم الرد في الحلقة السابقة على بعض الكلمات التي أراد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب أن يسقطها على المسيحية وعلى اليهودية أيضا واليوم نناقش فكرة الكفر في الإسلام وما يترتب عليه في مقابلة نصوص قرآنية أو في الحديث مصوص أخرى مثل مثلا لا إكراه في الدين فالتكفير يوجب القتال حتى القتل بينما لا إكراه في الدين قد توحي بالإعراض الإعراض يمكن أحباء المسيحين الكلمة غريبة عليهم الإعراض عن المشركين يعني سيبهم في حالهم سيبهم في شركهم سيبهم في عقيدتهم لا إكراه في الدين ربما توحي على السطح بهذا المعنى فما هي حقيقة الإسلام ما حقيقة هذا الدين وما حقيقة لا إكراها في الدين فإن هذا النص لا إكراها في الدين ستجده وبجدارة يصطدم بنصوص قرآنية كثيرة مثل أو أحاديث كما ذكرت منذ قليل قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل لله مثلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا إكراها في الدين قاتل الذين لا يؤمنون إزاي ما تضاد فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة دول دول المسلمين يعني فخلوا سبيلهم إذن أمرت أن أقاتل الناس هذا حديث صحيح 100% لرسول الإسلام يعني لا إكراها في الدين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذن ستجدوا هناك هذا النص القرآني لا إكراه في الدين يصطدم بمصوص كثيرة كيف وصل الأحباء المسلمون للتعايش مع هذا التناقض علشان كذا خلينا نشوف حلقتنا النهاردة وهي تحمل هذا العنوان الشيوخ بين التكفير وأكذوبة لا إكراها في الدين بصراحة وكأننا كنا مخضوعين لفترات طويلة حينما نسمع بعض الشيوخ وهم يقولون لا إكراها في الدين لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي وبالتالي يتم الإيحاء بأن لا إكراها في الدين يعني هناك منطق السلام سآتي إلى هذه الجزئية لاحقا ولكن بداية التكفير نشوف فيديو رقم واحد فيه الشيخ أحمد الطيب يقول المسيحيون كفار بالنسبة لنا ونحن كفار بالنسبة لهم لكن الغريب في الأمر أن الإمام الأكبر يقول كما يشغب كثير من الشباب يشغب يعني شغب يعني بعض الشباب المشاغبين المسلمين ويقولها بالنص الذي لا يفهم الإسلام يقولون عن المسيحيين كفار أهم كفار يعني تمارست الشغب وهو يؤكد فهم الشباب الخاطئ الذي قال أنه خاطئ والذي قال أنه لا يفهم الإسلام اتضح أن الشباب ليس بخاطئ وأنه يفهم الإسلام فاليوم التكفير لا يأتي من داعش التكفير يأتي من المؤسسات الإسلامية وعلى رأسها شيخ الأزهر خلينا نشوف فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى مسألة الكفر كافر بهذا الرأي الكفر هو إنكار شيء إنكار شيء ما فإذا قلنا إذا يعني عايزين يقولوا أن المسيحيون كما يعني يشغب كثير من الشباب الذي لا يفهم الإسلام أنهم يسمون كفارا لأنهم كفروا بالإسلام نعم لأنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن أعتبرهم من هذه الناحية كفار بالنسبة لي أعتبرهم من هذه الناحية كفار بالنسبة لي أعتبرهم من هذه الناحية كفار بالنسبة لي لكن في نفس الشيء بما أنني كمسلم كمسلم لا أؤمن بالتثليس ولا أؤمن بالمسيحية كما هي الآن أنا أعتبر كافر بالنسبة لهم أنا أعتبر كافر بالنسبة لهم أنا أعتبر كافر بالنسبة لهم نأتي للتلاعب بالمصطلحات الآن الشيخ يعرف تعريف خاطئ أن الكفر في الإسلام إنه إنكار شيء طيب بناء على هذا التعريف السازج الخاطئ للكفر في الإسلام لماذا لم تكفر فضيلتك داعش بناء على هذا المنطلق أنك لا تؤمن بأفكارهم لماذا لم تستطع لأن التكفير في الإسلام ليس كذلك لأنك تؤمن بأفكار داعش لأنها أفكار قرآنية وأفكار سنة فبالتالي لا يستطيع الشيخ أن يكفر داعش هو يلعب بالمصطلحات كان يمكن أن يقول بناء على تعريفه الآن أمامكم أنا أكفر داعش بمعنى لا أتفق معهم في بعض الأفكار يبقى إذن التكفير له بعد آخر في الإسلام دعنا نواصل مع الشيخ أحمد الطيب وهو يقول أنا كنت في مؤتمر وسألت أحد القساوسة هل أنا كافر يقول أن القس سكت ولم يقول أني كافر قال أني مؤمن وبعد ما سألوا مرة تاني مؤمن طيب أنا بالنسبة للمسيحية سكت يعني لم يقل لك أنك كافر إذن يعترف الشيخ أحمد الطيب أن القسيس لم يقل له أنت كافر بل قال له أنت مؤمن وسأقول لك يا شيخ أحمد الطيب بعد أن نشاهد الفيديو لماذا لم يقل لك كافر دعنا نرى فيديو رقم 2 ونرجع مرة أخرى وهذا الكلام أنا قلت في بحاورة مع قسيس في روما مقسيس عربي معنا يعني من بلاد من الشرق يعني وقال لكم أنتم تتاهمون أنا بالكفر قلت له طيب أنا موقف بماذا تسميني يعني سكت قليلا قال لها أنت مؤمن قلت له أنا مؤمن ممكن لكن بماذا تسمي موقفي من التسليس سكت يعني لا يسعه إلا أن يقول أنت كافر من وجه النظر وهكذا ومن هنا لا يصح الحوار في العقائد 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 طيب بداية المعنى اللغوي لكلمة كافر اللغوي بربما أتفق معك أنه الاختلاف في وجهات نظر معنا لغويا الكافر الفلاح يسمى كافر لأنه يغطي الحبة التي يزرعها والحبة هي حق فلغويا من يغطي الحق يسمى كافرا لكن هل ده يا شيخ أحمد المعنى التشريعي للكفر في الإسلام هل الكافر في الإسلام التعامل معه بالشريعة وفق الإسلام هو التعامل بمنطق الاختلاف في وجهات النظر شوفيها شيخ أحمد الطيب وكل الأحباء المسلمين اللي بتسمعونا القسط لم يستخدم كلمة كافر لأنها لا توجد في مصطلحاته أنا اليوم أقول للأحباء المسلمين نعم أختلف معكم في العقيدة والإله الإله ليس واحد ولو جازى لو جازى وأضعها بين قصين استخدمت أنا أو غيري كلمة كافر حدود هذه الكلمة خط أحمر وهو الاختلاف في العقيدة ليس أكثر من ذلك لكن هل بمعنى ما هو في الإسلام الكافر الذي يجب أن يحارب ويقاتل وتصنف بقى زمي ومجوسي ووسني ودرجة تانية ودمه ليس مكافئا لدم المسلم وأن قتل المسلم بالكافر جريمة كبيرة إذن كلمة كافر لو استخدمها لو وهي ليست في القاموس إلا إذا أنت سألت بهذه الطريقة المسيحي لكي ما تجره وتخدع الآخرين وتدلس على الآخرين بأن نشوف إحنا زي بعض هو بيقول علي كافر وأنا بقول عليه كافر هذا كذب لأن كلمة كافر في الإسلام لا تقف عندها حدود أننا نختلف في العقيدة كلمة كافر تتخطى هذا الأمر في الإسلام إذن حضرتك تقول لا يصح الحوار في العقائد هذه الجملة التي ختمت بها وفي نفس الوقت نسمع أن هناك يعني محاولات للحوار بين الأديان والإسلام لا يصلح الإسلام في هذه المنظومة أساسا الحوار لأن هناك أشياء كثيرة جدا في الإسلام تتناقض مع منطق الحوار أو قبول الآخر فهناك حدود لكل شيء على كل أعود مرة أخرى للشيخ أحمد الطيب بعد أن لعب بالمصطلح وعتقد أن هذا الأمر ينطلي علينا هذا الأمر لا ينطلي علينا هذا الأمر ينطلي على بعض الأحباء المسلمين وليس الكل لأن التكفير له نتيجة لن يقف عند حد التكفير خلينا نشوف فيديو رقم ثلاثة الشيخ بعد أن لعب بالكلمة وكفرنا فجأة يقول نصيحتي هي عدم اللعب بهذه الكلمة بعد إيه بعد من تلعبت بالكلمة يعني خلينا نشوف فيديو رقم ثلاثة ونرجع مرة أخرى خلينا نتكلم بصراحة يعني احنا برضو في نظر المؤسسات الدينية الغربية الكبرى أن المسلمين كفار فإذن يعني أنا أنا يعني أنصح شباب وأنصح الناس ميلعبوش عن كلمة دي من الجانبين من الجانبين طبعاً من الجانبين أنصح الشباب وأنصح الناس ميلعبوش على الكلمة دي من الجانبين طبعاً من الجانبين أنصح الشباب وأنصح الناس ميلعبوش على الكلمة دي من الجانبين طبعاً من الجانبين طيب حضرتك لعبت بالكلمة ليه بعدين من الجانبين أنت شايف في الكنيسة الناس بتقول المسلمين كفار ما إحنا اللي بنسمع منكم نفتح التليفزيون المسيحيون كفار في الجرنان المسيحيون كفار زمان في الراديو المسيحيون كفار دلوقتي في الميكروفونات في الجامعة كفار وكمان بتشتمون حصن مرة سمعت واحد قس واقف ويوعظ في كنيسة أصلا يجيب سيرة المسلمين من قريبة ومن بعيد تسيبك أن يقول لهم كفار إذن هناك إشكالية عزيزي الشيخ أحمد الطيب حضرتك كفرتنا وتقول في نظر المؤسسات الدينية الغربية المسلمين كفار بأي معنى بمعنى أنك مختلف معها في الدين نعم لكن بمعنى أنه مئة يأتوا ويحاربوك عشان تعتنق المسيحية ويرفع عليك السيف ثم تقول عدم اللعب بهذه الكلمة تنصح بها الناس وحضرتك أنت تتهم المسيحيين بالكفر كان عليك يا شيخ أحمد الطيب أن تكون شجاعا وأن تظر هذا الأمر أن تقول لنا حكم الكافر في الإسلام في المسيحية نحن نعرف حكم من يختلف معنا في العقيدة نحبه نباركه نصلي من أجله ما عندنا معه مشكلة إطلاقا ليس لدي تعليم أنتم قرأتم الآن تعليم المسيح في الرسالة في البداية خرجوا انفضوا غبار أرجلكم شهادة عليهم ليس أكثر من ذلك لم يقبلوا الدعوة براحتهم لكن أنك أنت لا تستطيع أن تقول ما هو حكم الكافر في الإسلام لأنك تعرف جيدا أن هذا الحكم ليس عندي لكنك تدلس مع احترام لمكانك ومكانتك ببعض الكلام لكي ما تخدر به العقول لا هذا الكلام لا ينطلي علينا على الإطلاق حكم الكافر في الإسلام له حكم آخر وتشريع آخر لا يقف عند حد الاختلاف في العقيدة كان يجب أن يكون هناك شجاعة لتوضيح هذا الأمر وللتأكيد أكثر أن من يقود التكفير ليس داعش داعش هذا نتاج الأزهر ونتاج الشيوخ وأنتم رأيتم في الحلقة السابقة الشيخ سعيد الروبي وهو يعني لم يكن الرجل يعلم في داعش ولا في النصر جبهة النصر الرجل يعلم في مصر لكي تعرفوا أن التكفير يقوده الشيوخ في البداية سمعتم الآن الشيخ أحمد الطيب وبعد ما كفر المسيحيين وأنا قرأت لنادر بكار يعني السلفي يقول المسيحيين كفار بشهادة شيخ الأزهر يعني أنتم جايين لنا إحنا السلفيين روحوا للشيخ الأزهر خلينا نشوف الشيخ مفتي الجمهورية السابق مفتي الديارة المصرية الشيخ علي جمعة وهو يكفر النسيحين بكل إرياحية ليه أنا بقول بكفر لأن التكفير في الإسلام لا يعني أنك تختلف معي في العقيدة يطلع الشيخ ويقول المسيحيون يختلفون معنا في العقيدة ممتاز نعم نحن نقير بذلك مش بس في العقيدة حتى في الإله لكن استخدام كلمة كافر في السياق ونظام المنظومة الإسلامية هذا لا يعني مجرد اختلاف هذا يعطي رسائل أخرى خلينا نشوف فيديو رقم أربع للشيخ علي جمعة ونرجع مرة أخرى مع كتاب الله وفي سورة المائدة يحدي لنا ربنا سبحانه وتعالى فيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبود الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يعلم الله البشري ليس هناك أحد من البشر قد اتحد به الله أو حل فيه سواء بالطبيعة الوحدة أو بالطبيعتين أو بالإشعاء الرابط أو بأي حال من هذه الأحوال وهذا انحراف عن جادة الإيمان والتوحيد ومن يعتقد في المسيح أنه هو الله أو أنه ابن لله ليس بالمعنى المجازي فكلنا أولاد الله وإنما بالمعنى النسبي فقد كافر بالإيمان الذي يريده الله للخلاص يوم القيام وانحرف بهذا الكفر عن جادة الصواء لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كلام واضح أنت سمعته واحد من داعش بيتكلم يعني المسيحين كفار يعني مش عارف الشيخ أحمد الطيب رأيه إيه بيقول ما فيش حد يلعب بالكلمة دي آدي مفت الديار المصري السابق بيلعب بالكلمة دي رأيك إيه إحنا المسيحيين ما عندناش مشكلة أنت مختلف معي في العقيدة ليس أكثر من ذلك وفي الإله طبعا إذن عجبتني بس من الشيخ أحمد علي جمع لما بيقول بالشعاع الرابط الظريف يعني وبعدين اللي بيقول إنه المسيح ابن الله بالطريقة النسبية بالنسب يعني أواضح أن هذا الإله اللي عندك في القرآن تزوج ابنة عمران كما هو في سورة التحريم اتناشر فخلف عيسى يعني بس هل ده عندنا إحنا؟ لا ده ما عندناش نسب حضرتك مفت الديار المصرية يا خسارة ومش عارف إيمان المسيحين نسب يا رجل اخجل مفروض تفهم العقيدة بتاعت الآخرين نحن بنتعب عشان نفهم آية قرآنية نرجع لمراجع كثيرة عشان أفهم الناس دي بتفكر إزاي وإيه قصدها من هذه العقيدة وإنتوا كده بس تأخذوا الإنجيل وتقرأوا وتفسروا على كيفكم عارفين ليه؟ لأنه لو قال ما يؤمن به المسيحيون لضرب القرآن في مقتل لأنه هذا ليس إيمان المسيحيين على كل آد التكفير جاي من فين؟ من المؤسسة الأزهرية التي يقولون كذبا أنها الإسلام الوسط لا يوجد إسلام وسط لا يوجد الإسلام هو الإسلام أنتم ما تقعدوا يعني تلعبوا بالألفاظ وبالمصطلحات إذن الإرهاب يبدأ الإرهاب القرآني الإسلامي يبدأ بالشيوخ الذين يكفرون المسيحيون وما داعش وغيره والقاعدة وغيره إلا يعني نتاج هذا التعليم الأزهري دعنا نواصل مع الشيخ علي جمعة في تكفير المسيحيين نشوف فيديو رقم خمسة ونرجع مرة أخرى قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ممنوع الكلام له عزير لا آل ولا سيدنا المسيح آل لا في كتبنا ولا في كتبهم ولذلك عندما نناقش الناس في العالم فلقول لا احنا انتو أخدين فكرة غلطة عننا احنا ما بنعبدش المسيح نقول خلاص ماش يبقى احنا خدنا فكرة غلط بس على فكرة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن ماري قال لا بس دي مساء الفلسفية مش عارفين نشرح وانا له ماش ليكن الله هو الأحد والواحد والأحد بس على فكرة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن ماري بكل بساطة يعني كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح مع أنه النص قرآني خاطئ التركيبة بتاعته لكن ده مش موضوعي دلوقتي لكن شوف الشيخ علي جمعة لا في كتبنا ولا في كتبهم أي كتب أي كتب يا الشيخ علي جمعة كتبنا يعني الكتاب المقدس ده ولا الكتاب الوهمي اللي في دماغك أنت ودماغ الأحباء المسلمين لا في كتابنا ده موجود مسيح هو كلمة الله عايزه ابن الله عايزه الله الظاهر في الطبيعة البشرية موجود بصراحة فيه يعني نوع من التلاعب بالكلمات دلوقتي هو نفسه يعني الشيخ علي جمعة ستشوفه بعد شوية وكأنه هذا الكلام كان وهم كان حلم على كلين بيقول يعني على لسان المسيحيين اللي مش ممكن يكونوا موجودين لا مين آل احنا على فكرة ما بنعبدش المسيح من الذي يقول لا نعبد المسيح مين فين المسيح ده نحن نعبد المسيح لأنه الله المتجسد ده إيمان المسيحيين بكل نحالهم وطوائفهم وبكل يعني الطوائف الموجودة في العالم ثم يقول الشيخ علي جمعة أن المسيحيين قالوا هذه مسائل فلسفية مش عارفين نشرحها ليه هي استواء على العرش مش عارفين نشرحها يا رجل المسيحيون شرحوا إيمانهم وعقيدتهم في القرون المسيحية الأولى وآمن بها إلى اليوم مليارات المليارات لو حسبت يعني عدد المسيحيين من القرن المسيحي الأول فكيف يعني مش عارفين نشرحها إزاي هذه الأمور تخليك تبص للشيخ كده وتقول هل الشيخ بيكذب على المسلمين هل الشيخ لا يفهم جاهل لهذه الدرجة بعقيدة المسيحيين طيب في كلتا الحالتين أنت بتستغرب طيب هو بيقول كده ليه مش فاهم افهم اقرأ تعلم لا فاهم بيكذب ليه هي دي المحنة والورطة التي فيها الشيوخ اليوم تيجي مرة يقول لك لا دول كفار لا دول أهل كتاب يا رجل كفار ازاي ده القرآن بيقول علم أهل كتاب على كل قبل أن أدخل إلى الفيديو الأخير للشيخ علي جمعة نهيزا قدم لك نقطة بس ليست للضحك ولكن للشفقة الشيخ علي جمعة طلعوا كفر المسيحيين وفسر الإنجيل على هواه وفسر البنوية أيضا على هواه وقبله شفت الشيخ الإمام الأكبر أحمد الطيب وهو يعني أخذ نفس المنحة ثم بعد ذلك قال أنصح ما فيش حديلعب على هذه الكلمة يعني الناس بيأخذوا بيعطوا الحق لأنفسهم في الكلام والحديث عن عقائد الآخرين لكن أنت لو سمحت ما تلعب بالكلمة دي لو سمحت أنا أتكلم وأقول أن المسيحيين كفار والبنوية دي نسبية وهم فهمنا غلط بس شوف فيديو رقم ستة ولا تضحك ونرجع مرة أخرى كما لا أتدخل في عقيدتك لا تتدخل في عقيدتك عقيدتي واضحة عرفها الجاهل والعالم والأمي والحضري والبدوي ما تتدخل كما لا أتدخل يعني ده إيه يا شيخ علي جمع حضرتك ما تدخلتش في العقيدة المسيحية وما لكنت بتكلم الناس اللي قدامك على إيه أو بتفتي على إيه وفتاة بما لا تعرفه وتدخلت في عقيدتي أليس غريب أمر هؤلاء الشيخ يعني القرآن الذي يؤمن به الشيخ علي جمعة يتدخل في عقيدتي والشيخ علي جمعة له 1400 سنة يتدخل في عقيدتي ويقتلني بتعليم هذا القرآن وهذا الدين ويحكم علي من عقيدتي أو في عقيدتي بأني كافر والآن بكل بساطة لا تدخل في عقيدتي كما أنا لا أتدخل في عقيدتك يا للدهشة المهم أحبائي نعايز أختم بالفيديو ده للشيخ علي جمعة لتشوفوا اللعب بالألفاظ تشوفوا قضية التكفير هذه قضية حساسة جدا لأن الشيوخ لا يستخدمونها بمعنى أن هناك من يختلف عننا في العقيدة لا التكفير فيه إباحة الآخر المهم الآن أنتم سمعتم من الشيخ علي جمعة أننا كفر أنا وحيد وكل المسيحين نؤمن أن المسيح هو الله المتجسد والشيخ علي جمعة قال لا الذي يؤمن بك هذا كافر في برنامج مؤخرا اتصلت امرأة بالشيخ علي جمعة وقالت له عندي محفزة يمكن المسيحين ما يعرفوش التعبير ده واحدة في البيت يعني داعية إسلامية بتيجي تحفظ البنت القرآن فالستة بتتصل بتقول الشيخ علي جمعة عندي محفزة جاي تحفظ بنتي في القرآن فبتقول لها لبنتي المسيحين دول كفار وبنتي جاء تقول لي يا ماما المسيحين كفار أنا أقول لها لا المسيحين دول أهل كتاب وهي تقول لي لا دول كفار لا دول أهل كتاب تفتكروا الشيخ علي جمعة حيجاوب ويقول إيه خلينا نشوف فيديو رقم سبعة أنا بنتي بحفظها القرآن فعند المحفزة ده زميلا بتقول لها ده المسيحي بيبقى كافر فأنا معرفة بنتي لا المسيحي أهل كتاب يعني لا يبقى كيف فالمهم ما حصل نقاش بيني وفي الحلقة وكلام ده فقالتني لا هو أي حاجة بذلت على رسول رسول السلام ما أمنوش بها يبقى كافر فأنا أقول لها بس هو يعني عندنا في القرآن بيقول لنا أهل كتاب كافر يعني هو فرق ما بينه في القرآن بس فهي عليك حاولي بقى إيه نكتاب أقرأ وكده فأنا ما اقتنعتش بصراحة أنا قلت ما فيه لحد ها يخليل المشكلة دي في العالم إن شاء الله يا أمهنا خاضر نفلت ما قلتنا فضلنا ثلاث دايق بالضبط ونتمنى أن نحن نقدر نجاوب على بقى الأسئلة أمهنا أنت اللي صح وسبيكي من هذه المحفزة المتأثرة بتوجهات الله أعلم بها أمهنا أنت اللي صح وسبيكي من هذه المحفزة المتأثرة بتوجهات الله أعلم بها أمهنا أنت اللي صح وسبيكي من هذه المحفزة المتأثرة بتوجهات الله أعلم بها أمهنا أنت اللي صح المسيحين دول مش كفار دول أهل كتاب سيبك من المحفزة اللي مشبعة بتوجهات الله أعلم بها جات من فين؟ ما هي جات من نيكو يا شخ علي جمع مش أنت اللي حضرتك كان عندك طلبة من شوية بتعلموا منه المسيحين كفر بعد ما شبعتوا الناس بالتكفير وشبعتوهم باللهث خلف الدماء جايد الوقت تقول أنه ما نعرفش توجهات من فين طيب ما هذه العقول التي تبث السموم في المجتمعات الشرقية وبعد كده الأب يستغرى بيقول إزاي ابن ضاع فجأة الإيته بيتصل بيقول لأنا في جبهة النصرة فجأة الإيت ابني بيتصل بيقول لأنا في داعش وما أنت مش شايفه بيروح المسجد بيتعلم ايه؟ اشتروح مع ابنك تشوفه بيعود بيتعلم ايه في المسجد يعني في النهاية أنا عاوز أعرف وإحنا كفار وإحنا أهل كتاب يا شيخ علي جمعة هل أقول أنت في ورطة يا رجل؟ ولا ماذا أقول؟ بصراحة يعني يعني تعد تتفرج على الشيوخ وكأنه هذا الشخص غير الشخص اللي كان من شوية وفي نفس الجلسة في نفس الدرس يقول كلام وببساطة ينسخ هذا الكلام ربما أنا وحيد نسيد أن الشيخ علي جمعة أو غيره ينتمون إلى إله القرآن الذي قال وما ننسخ من آية أو ننسها حتى نأتي بخير منها أو مثلها أنتم الذين تشرحون قرآنكم والآن بعد أن بثتم الكثير من السموم تأتوا الآن لتقولوا لا لا هذه التوجهات نحن لا نعرفها اعترفوا ما هو حكم الكافر في الإسلام عرفوا هذا التعريف الإسلامي قبل أن تنعتوا الآخرين بالكفر خلينا أخذ بعض المداخلات بسرعة الأخ جون أهلا بك عزيزي مساء لخير أخي وحيد أهلا بك عزيزي جون الرب بارك حياتك يا رب شكرا يا سيد الكريم أنا متابع الحلقة من البداية وأرى ما قاله أحمد الطيب وعلى جمعة وكل هذا الكلام هم منين تشربوا هو من مؤسسة الأظهر التي تخرج ليس شيوخ التي تخرج إرهابيين بكل معنى الكلمة لأنهم هم الذين يدفعون العالم والناس إلى تكثير الناس بأخذ الواحد على الأظهر جوا بعملوا الوسيل الدماغ وبطلعوا أنه زي شريط المسجل المسيعي كفار الدين الإسلام الصح كل الناس غير مسلمين هما في النار صحيح والشيخ على جمعة زي ما شفنا كيف المرأة تصلت معها هذا زي الأستاذ اللي بدرس الناس واحد زائد واحد يساوي اثنين وبالتالي إذا جبلهم هذا السؤال في الامتحال وخلوهم خلوهم واحد زائد واحد خلوهم اثنين بقولهم غلط صحيح انظر كيف تكفر المسيحيين وكيف حكى لأم هنا حكى لأ خليكي انت على ما انت بعدين لو جينا نظرنا إلى داعش داعش ما هو شعر داعش هو الشهادة الإسلامية صحيح إذا هي من صلب الإسلام من صلب الإسلام ومن صلب تعريب الإسلام ولم تأتي بشيء غريب عن الإسلام وإذا كان واحد بحكي لك داعش لا تمثل الإسلام داعش هي من صلب الإسلام تمام أشكرك عزيزي جون أشكرك ربي بك أشكرك أشكرك نأخذ الأخذ نادية أهلا بك أخذ نادية أهلا بك أخذ نادية مرحبا تفضلي زيك يا أخ وحيد وزي وحشتنا الأخت فدوة قريبا ستكون معنا بنعمة الرب في مكرسة الفترة دي صوم وصلا صلوا من أجله كمان تفضلي إن شاء الله أنا بس حاب يعلق على كلمة أنت قلتها يا أخ وحيد يمكن خانك التعبير أو يمكن أنا ما فهمت قلت التكفير هو كله بيصدر يعني من الشيوخ هم أساس التكفير بس أنا أرجع أقول لك هو مش الشيوخ يعني مصدر التكفير هو القرآن نفسه يعني الشيوخ قابوها منين الشيوخ قابوها منين هو القرآن نفسه مصدر التكفير ومش بس للمسيحيين لأي حدا مختلف معاهم تمام بس أنا التعبير بتاعي أرجع إسماعي في الحلقة أن الشيوخ هم يقودون التكفير القرآني يعني الأساس القرآن تكفير اللي في القرآن بيأخذوا الشيوخ هم اللي بيقدموا لي المجتمعات بتاعتهم فطبعا أتفق معاك القرآن هو الأساس آه هو القرآن لو ما في عندهم مصدر حيجيبوه منين أصلا لو ما عندهم مصدر حتى المسلمين ممكن ما كان صدقوهم وكان يصير فيه حكوك فيها صحيح شكرا 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 لك أخذ نادي الرب يباركك أخذ كمان الأخ بول أهلا بك أخ بول تفضل سلام المسيح سلام المسيح أخي بول الرب يباركك تفضل كيف صحتك نشكر الرب أنا بدي أقول شغلي أنه أصلا اللي عم يعملوا هيدا الشيخ على الجمعة هو شيء موجود بالقرآن ما هو القرآن نفسه سعب يعملنا كفار وسعب بديو يستشد بأهل الكتاب ويسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون صح فهي من ميلة أنا بتفكر ببداية فترة البحث عن الرب والإله الحقيقي بهذاك الوقت صحت لي بوقتها صار فيه مصادفة قدت أنه فتت على الجامعة صلاة جمعة وخطت جمعة فكان الشاكة عم يخطب الجمعة فبقلهم أنه عم شوف كان وقتها فيه عيد الميلاد عم شوف أنا على الفيسبوك الكتير منكم عم بيروح على المناطق المسيحية ويتصور حد زينة الميلاد فبقلهم هايذا حرام ولا يجز طبعا طبعا لا يجز طبعا وقتا كنت أنا قاعد فكنت عم بطلع عم بقول وين هالمحبة وين هال تمام أخبول وين هالمحبة طبعا فتصور حتى حتى تصوير بمباهج الفرحة بحرموها وبعلموها أنه هي حرام وما لازم يروح يتصور تمام أشكرك أخبول للمداخلة الرب يبارك حياتك أمين شكرا لك وشكرا لكل الأحباء واشكر الرب من أجل عمل في حياتك أخبول وأنك أتيت إلى نور المسيح الرب يبارك حياتك طيب دلوقت أنتم شحنتوا هذه الشعوب بأن هؤلاء المسيحيين واليهود وكفار والمسيحيون يعيشون في أوطانهم اللي جاحت لها الإسلام إذا كان مصر أو العراق أو شمال أفريقيا كلها كانت دول دول مسيحية ليس موضوع دلوقت لكن يعيشون إلى جوار الأحباء المسلمين وإنت بتقوله ده كافر والمسلم في ذهنه كلمة كافر وكفر لها بعد آخر غير مجرد أنه يختلف معه في العقيدة ده حطوا مع أكذوبة النهاردة هتفاجأوا بصراحة لا إكراها في الدين خلونا ناخد يعني إيه لا إكراها في الدين ونسمع بعض الشيوخ يعني لهم وزن في العالم الإسلامي خليني بداية أقرأ من أحكام القرآن لابن عربي قوله تعالى لا إكراه عموم في نفي إكراه الباطل تخلي بالك لازم تخلي بالك من كل كلمة في نفي إكراه الباطل طبعا الإسلام مش باطل فأما الإكراه بالحق فإنه من الدين يا السلام يعني كانوا بيكذبوا علينا طول المدة دي لا إكراها في الدين طيب كمل وهل يقتل الكافر إلا على الدين قال وهنا صاد يعني رسول الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وهو مأخوذ من قوله يعني قول رسول الإسلام مأخوذ من قوله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةَ وَيَكُونُ الدِّينَ لِلَّهِ يَكُونُ الدِّينَ كُلُّ لِلَّهِ ثم بعد ذلك وَبِهَذَا يُسْتَدَلُّ عَلَى ضَعْفِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا مَنْسُوخَةَ طبعا البعض بيقول إنها منسوخة لي لأنهم لقوا نفسهم في ورطة لقى نفسه هو في اتجاه بيقولك لا إكره في الدين وفي اتجاه قاتلوهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله فالبعض كما سنرى بعد قليل في التفسير قالوا إبقى منسوخة نسخت فيما بعد بما جاء في سورة التوبة سأتعرض له بعد قليل فهنا ابن عربي يقول وبهذا يستدل على ضعف من قال إنها منسوخة لي مش منسوخة لأن لا إكراها في الدين ليس معنها لا تكره الآخرين على الدخول في الإسلام لا ده بيقولك الإسلام هو الحق إنما الإكراها في الباطل ملاحظين هتوصلكم الفكرة اللي هي بصراحة جهنمية أعرفين جهنمية يعني يعني قادمة من جهنم لكذا لا تستخدموا هذا التعبير فكرة جهنمية كذا لا أنت لما بتقول فكرة جهنمية أي أنها فكرة قادمة من جهنم وهذه قادمة من جهنم بلا شك خليني أقول لك فإن قيل فكيف جاز الإكراه بالدين على الحق والظاهر من حال المكره أنه لا يعتقد ما أظهر يعني أنت كيف بتكره بالدين على الحق والظاهر في حال المكره يعني الشخص اللي أنت أكرهته بأنه لا يعتقد ما قاله لك ممكن يقول لك أنا مسلم بس هو بيعتقد غير كذا فإنت كيف تجوز هذه الجريمة يعني اللي بيسألوا كذا يعني عنده إجابتين جواب واحد أن الله سبحانه بعث رسوله محمد يدعو الخلق إليه ويوضح لهم السبيل ويبصرهم الدليل ثم نقله الله أي نقل محمد من حال الإزاية إلى العصمة وعن الهوان إلى العزة وجعل له أنصار بالقوة هذا بالقوة طبعا وأمره بالدعاء بالسيف إذ مضى من المدة ما تقوم به الحجة وكان من الإنذار ما حصل به الإعزار يعني مضت مدة كافية إنه دول دخلوا الإسلام ولو مكرهين هذه المدة واختلاط مع المسلمين حيخليهم هما يفهموا الإسلام وبالتالي مضت مدة كافية ليفهموا العقيدة الإسلامية جوابه الثاني في لا إكراها في الدين وتمشيها مع التكفير وقتل الكافر وذلك أنهم يأخذون أولا كرها فإذا ظهر الدين وحصل في جملة المسلمين وعمت الدعوة في العالمين حصلت لهم بمثافنتهم يعني بالاختلاط معهم وإقامة الطاعة معهم النية فقوي اعتقاده وصح في الدين وداده إن سبق لهم من الله تعالى توفيق يعني باختلاطهم بالمسلمين اللي دخلوا الإسلام كرها باختلاطهم بالمسلمين يعني حيصح الدين بتاعه وداده ده لو وفق من الله طيب لو لم يوفق يقول لك وإلا أخذنا بظاهره وحسابه على الله المكره ده أخذنا بظاهره وحسابه على الله يعني أنت لوحدك تقدر تفهم طبيعة هذه العقيدة التي تأخذ الناس كرها ولا مشكلة في هذا العمر أخذ كمان جزئية في عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق أبادي في كتاب الجهاد يقول أما قول سبحانه وتعالى لا إكراها في الدين فإن حكم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجب واجب ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم إيه رأيك في الكلام الخطير دا يعني دا كلام خطير جدا أصلا لا إكراها في الدين دا ما معناها أنك تسيب المختلفين معاك في الدين في العقيدة في حالهم تضح النادي أكذوبة يا أخوة أكذوبة كانوا بيكذبوا علينا بيها هكذا الإسلام الكذب من الدين أنك أنت طالما لصالح الإسلام لا مشكلة أنك أنت تكذب كذب الشيوخ علينا كل هذا التاريخ أنه لا يكرهها في الدين أنه أنت في حالك وإحنا في حالنا ما فيش مشكلة أنا لا أكرهك اتضح لا خلينا أعطيك ما هو أكثر فيض الباري بشرح صحيح البخاري في باب فضل من أسلم على يديه رجل بيتكلمنا طبعا ما جايب كل الكلام لأنه كثير جدا فعلمه النبي صلى إلهه عليه وسلم سنة القتال وأخبره أن أول الأمر الدعوة إلى الإسلام والسيف آخر الحيل وفي باب الأسارة في السلاسل عن النبي قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل يعني إله غريب جدا هو متعجب الزي دول يدخل الجنة وهم مكبلين في السلاسل عجب هذا الإله يعني هو اللي آمر بكذا وهو اللي بيقتل الناس وهو البكرهم وهو اللي بيربطهم بالسلاسل دي كله أوامره وهو يعجب يعجب على الناس اللي بدخلوا الجنة هما في السلاسل يقول وَلَا يُخَالِفُوا هنا طبعا مش لا يخالقوا لا يخالفوا قوله تعالى لا إكراها في الدين يعني الناس اللي بدخلوا بالسلاسل وبالإكراه ده لا يخالف قوله تعالى لا إكراه في الدين ليه؟ لأنه ليس معناه على ما يفهم العوام أنه ليس في الدين إكراه أصلا بل المراد أن لا إكراه لا الإكراه في الدين لما كان إكراها على الخير المحت فكان أليق أن لا يسمى بالإكراه ومن يفهمه إكراها فقد سفيها نفسه يعني بيعتبروا ما احترامي ليكم سفيه اللي يعتبر أنك تجبر غير المسلم للدخول للإسلام تعتقد أن ده إكراه ده الحكم بتاعك يعني إيه الكلام الخطير ده يعني الناس ذول بيكذبوا يا أخوه أحباء المسلمين لازم ترجعوا ليس فقط إلى التفاسير لأنه ستلاقي فيه لعب بالكلمات لكن ارجع إلى الفقه الإسلامي وارجع إلى تحليل النصوص الموجودة في المراجع الإسلامية أنا لا أقرأ الآن من كتاب كتبوا مرقس ولا بطرس ولا يوحن أنا أقرأ من مراجعكم الإسلامية أيضا أقرأ من فيض الباري بشرح صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن في باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشل آل عمران 122 يقول فهذه الأمة تكره الناس على الإسلام ومعنى قوله تعالى لا إكراه في الدين أن الدين خير محض والإكراه فيه بمنزلة أو عكتة عجب عدم الإكراه فلا تخاله نقطة صح الإكراه فيه بمنزلة لا إكراه يعني لما تسمع الشيخ بعد كده بيقول لك لا إكراه في الدين قل له معلش حضرتك عارف أنه ده مش المكان بتاعها مش المكان بتاعها أنه لا إكراه في الدين يعني سيب المسيحيين في حاله ومسيب اليهود في حاله ومسيب غير المسلمين في حاله طيب أنا دلوقتي قدمت نصوص فأنا عايز أسمعكم شيوخ تسمعوا أربع فيديوهات متتالية عشان الموضوع واحد وبعد كده أخذ كمان اتصالات تاني تسمعوا أربع فيديوهات الفيديو الأول الصالح الشيخ صالح فوزان الفوزان وهو يقول صراحة أن الإسلام لا يضمن حرية الاعتقاد وأنه انتشر بالسيف ويجب منع الشرك هؤلاء الشيوخ الذين لا يخجلون من إسلامهم ولا يمارسون التقية في مواقف معينة خلينا نسمع بداية ما معنى انتشار الإسلام بالسيف وبعد كده نرجع للضربة القاضية لمعنى لا إكره في الدين خلونا نسمع فيديو رقم نشاهد فيديو رقم تمانية ونرجع مرة أخرى يسأل ويقول نسمع في هذه الأيام ترديد أن الإسلام ضمن حرية الاعتقاد ويستذلون بقوله تعالى لا إكراها في الدين فهل هذا صحيح؟ هذا كذب على الله عز وجل الإسلام لم يأتي بحرية الاعتقاد الإسلام جاء بمنع الشرك والكوت وقتال المشركين فلو كان جاء بحرية الاعتقاد لم يحتاج الناس إلى بعثة الرسل ونزول الكتب ومحتاج الناس إلى جهاد وقتال في سبيل الله يجعل كل من على هوا كل من حر لا الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما قال لكل من يتبع هوا قال الله ليعبدون قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فالذي يأبى أن يعبد الله يقاتل ولا يترك حتى يرجع إلى الدين أو يقتل ما جاء بحرية الأديان الكافرة ما جاء بحرية الأديان الكافرة والملحدة هذا كذب على الله سبحانه وتعالى وإلا لماذا يبعث الله الرسل وينزل الكتب ويشرع الجهاد ويجب الحديد والعقوبات إلا لأجل حماية الناس من العقائد الباطلة والآراء الفاسدة لحمايتهم لأنهم عباد الله فلا بد أن يعبد الله وحده لا شريط له أو نتخذ معهم العجراء الرادع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى حط التعليمين دول جنب بعض تعليم الشيخ أحمد الطيب وعلي جمعة أن المسيحين كفر وهذا التعليم من الشيخ صالح فوزان أن الكافر يقاتل إلى أن يدخل في الدين الإسلامي منتظر من المجتمعات ومستغربين أن المجتمعات في الشرق فيها قتال وفيها ما طبيعي التعليم بتاعك هو الذي يقود الشعوب لهذه الصراعات المختلفة فإذن يكذب على الله سمعت الشيخ ماذا قال قال يعني من يقول أن الإسلام جاء ليمنح حرية الأديان والاعتقاد لا يكذب على الله لا الحرية الإسلام لم يأتي بذلك هذا يكذب على الله يجب قتال غير الذي لا يؤمن بالله حتى يؤمن يعني يدخل الدين أو يقتل كلام بسيط لا يحتاج إلى فهم يعني لا يحتاج إلى مجهود إنك أنت تفهمه طيب ده الشيخ صالح فوزان الفوزان والرجل ينتمي إلى السنة تفتكروا لو رحنا للشيعة الموضوع مختلف أبدا الفقه الإسلامي في القتل واحد سنة وشيعة أو عك تفتكر أن الشيعة مختلفين لا بس دا لأنهم مستضعفين شوية في بعض البلاد لكن لو كانوا هما مكان السنة وكانوا في يوم من الأيام فالدولة الفاطمية وغيره حدث ولا حرج الفقه الإسلامي واحد دعونا نسمع فيديو رقم 9 نسمع الشيخ الشيعي الرجل مرجعي يعني مرجعية شيعية الشيخ صباح شبر واسمعوا ونرجع مرة أخرى تفضل العراق فتح بالقوة إيران تركيا مصر الشام المغرب بلدان المغرب أغلب بلاد الإسلام فتحت بالقوة بالقتال قد يشكل البعض أنه الإسلام انتشر بالسيف إيه إسلام انتشر بالسيف ثم ماذا دين الله الحق بالسيف ينتشر بالقوة إذا ما يجون الناس بالكلام يجيبوهم بالسيف هذا أمر الله سبحانه يعني ماكو داعي لهذه المجاملات لليهود والنصارى يحاولون يرضوهم أنه لا والله إحنا مو بالسيف إحنا كذا اصطرين ماكو اصطرين فتحوا البلاد الإسلامية بالقوة هذا هو التكليف الشرعي وهذا معنى الجهاد الابتدائي الجهاد الابتدائي شنو معنى؟ أن الجيش المسلم يتوجه إلى الأراضي الكافرة يعرض عليهم الإسلام يقولهم الصيرون مسلمين أن وافقوا فبها ما رضوا يقولهم جزية يدفعون جزية إذا كانوا من أهل الكتاب ما يرضون يدفعون جزية قتال أو إذا مو أهل الكتاب جزية هم ما فيه لو إسلام لو قتل وما فيها مشكلة خلي ينتشر الإسلام بالسيف دين الله الحق ينتشر بالسيف ما فيه أي مشكلة الحج عليه السلام وارد في الروايات يخرج بالسيف أيضا هالأيام نسمع حد شيء بالأثناء لا ما لا يطلع يمسح على رأس الناس تعال قربة إلى الله تعال أصير خوش آدمي هو لو يجي أصير خوش آدمي هذا كان الحين صار ذاك اليوم من يطلع الحج عليه السلام ما فيها تعارف القضية ومجاملات سيف سيف يقاتل ويقتل وفي الرواية يحمل السيف ستة أشهر أو ثمانية أشهر وهناك أناس يفترض يفترض أنهم مسلمون يقولون له لو كنت ابن رسول الله ما فعلت هذا لا هو ابن رسول الله ويفعل هذا دين جده ينصر بهذه الطريقة كلام واضح الشيخ يعني لا يلف ولا يدور يقول لك يعني إحنا سنجامل المسيحيين هما ما بيجاملوا يا شيخ هما بيلمعوا في الإسلام لأن الإسلام لا يتماشى مع الحضارة الموجودة الآن والكذبة الكبرى أن الإسلام صالح لكل مكان وزمان هذه الأكاذيب ما عادت تنطلع حتى على الكثير من المسلمين ناهيك عن غير المسلمين الرجل واضح جدا الشيخ شبر يقول لك صراحة هل الإسلام انتشر بالسيف؟ نعم وبيقول لك هو أصلا لو بالتبطب عليه بيصير خوش آدم يعني إنسان كويس الحوجة أنك أنت رايح وتفتح بلاد إسلامية وغيره وكان بيقى الآن مسلم لا لازم بالسيف عشان كده لما تتبرأ من الجرائم التي يقوم بها المسلمون في داعش والنصرة والقاعدة وغيره أنتم تتبرؤون من رسول الإسلام ومن الصحابة ومن القرآن ومن الإسلام لأن هذا ما قام به أجدادكم وهذا هو الإسلام الصحيح النقي في تعاليمه كما أخذ من السلف كما هو طيب واحد يسأل يقول في وسط هذا القتل ما معنى لا إكراها في الدين تسمعته الشيوخ نذهب إلى الدول الكافرة وبعدين اتضح في الدول الكافرة في أهل الكتاب يعني كفار بردو ونعرض عليهم الإسلام طيب ما موقع لا إكراها في الدين هتسمعوا نفس الشيخين وبعد كده هاخد مداخلات بسرعة هنسمع فيديوهين لمدة دقيقتين وهنرجع بعد كده ناخد مداخلات بس اسمعوا لأن الفكرة تكتمل ما معنى لا إكراها في الدين اسمعوا فيديو رقم عشرة ونرجع مرة أخرى وأما قوله تعالى لا إكراها في الدين ليس معناه أن حرية الرأي معناه أننا لا نقدر أننا نجبر أحد أنه يدخل الدين في قلبه هذا لا يقدر عليه إلا الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهداية القلوب بيد الله لا تحصل بالإكراها وإنما تحصل بالاختيار لكن نحن نجاهد الكفار والمشركين أمرنا الله بذلك نعمر بالمعروف وننهى عن المنكر نبين للناس ما نقول لا إكراها في الدين عندما ننكر الناس على الدين ولكننا ولكننا نبين لهم الدين ونعاقب من فركاء هذا الدين أما إنه يحتدي بقلبه فهذا ملك الله لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا معنى لا إكراها في الدين نبين القوله إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء والذي قال لا إكراها في الدين قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فلماذا تأخذ آية وتترك الآية الوقرة نعم عرفته دلوقت يعني إيه لا إكراها في الدين لا إكراها في الدين يعني أنت لا تستطيع أن تكره قلب الشخص على الإسلام أنت تقدر أنك تكره أن يقول أنا مسلم لكن القلب أنت ما عندكش عليه سلطان وتقولون أن هذه الأفكار ليست من جهنم لا هي جهنمية بلا شك فهمتم الآن ما معنى لا إكراها في الدين يا كنا كنا مخدوعين بصراحة كانوا يخدعوننا لا إكراها في الدين اتضح الآن لا إكراها في الدين ليس معناها أن لا تجبر الناس على دخول الإسلام لا تجبرهم على دخول الإسلام لكنك لا تستطيع أن تجبر قلوبهم أن تعتنق الإسلام فيكون صادق مع نفسه سمعتوا؟ هذا الرأي السنية هو هتسمعوا الرأي الشيعي تماما الموضوع خاص بالقلب وليس بالكلام وباللسان نشوف الفيديو رقم 11 ونرجع مرة أخرى زين لا إكراها في الدين شنو معناه؟ قد تبين الرشد من الغي لا إكراها في الدين وبالضرورة يكون معناه يعني ما يجبروهم على الإسلام فيها عدة احتمالات الآية الكريمة أحد الاحتمالات أنه هذا الاعتقاد القلبي ما يحصل بالإكراه لأنه هذا شيء متحت إيد المكره إحنا لو نقول للواحد كافر تعال صير مسلم ممكن هو بلسانه يقول أصير مسلم بقلبه ما صار مسلم الدين ما رح يحصل بالإكراه مو ميجوز أن تكره مو ميجوز أن تقاتل على الدين لا هو بطبعة الأمر الاعتقادي ما يحصل بالقوة هذا شيء تحت سلطة الإنسان نفسه لأن ما حد يدرب قلبه الثاني ما هو لكن مو معناه ما يقاتل على الدين شفتوا اللعبة زي هذا هو الإسلام أنت تجبر أما لا إكراه في الدين ده قلبه هذه الأفكار أيها الأحباء هي التي يتم بثها للذين يتعلمون تحت أيدي الشيوخ ثم يخدعون قلوب السلماء كما يقول الكتاب المقدس أنتوا زي ما أنتوا شايفين في الاتجاه الآخر هذا الأمر حدث مع عمار بن ياسر يعني الأمر مشروع إسلاميا صحابي كبير عمار بن ياسر حينما قبض عليه غير المسلمين المشركين بسمهم مشركين وخوفوا أنك أنت مسلم وإحنا ممكن نقتلك إلى آخر الرجل سب الإسلام وسب محمد وقال لنا مش مسلم بقلبه لا بلسانه فإذا في الإسلام هناك فرق بين اللسان وبين القلب فإن التقية هي باللسان وقالها حسن البصري إن لنكشر في وجه قوم يعني نكشر يعني كأننا بنتحك وقلوبنا تلعنهم فإذن في الإسلام يتم التفريق بين اللسان وبين القلب فلا إكره في الدين ما عاد بواحد بعد كده يخدعنا من الشيوخ خلاص عرفناها فهمناها الموضوع خاص بالقلب إنما تكرهوا وأكرهتم الشعوب على الدخول في الإسلام بالسيف إذا كانوا عرب اللي بتسمون مشركين في الجاهلية أو بعد ذلك أهل كتاب خلينا أخذ بعض المداخلات الأخ زكريا من كندا أهلا مرحب بك أخو حيد وسلام والنعمة معاك وأنا من معجبين البرنامج بتاعك أنا عندي سؤال لكن للأسف الشديد ممكن ما يكون في الحلقة لكن أنا سئلت هذا السؤال من أخوانا وحبيبنا المسلمين عن الخلاص وشولت إنه ليه ربنا اختار طريق الصلب والعذاب حتى يقاد إلى الصليب ما كان من الأجد إنه ربنا يقول يا آدم يا أخي مغفورة لك خطاياك ويستمر في الفردوس لكن أنا طبعا يعني أجبت على حسب ما عرفتي ربنا لما قال لأدم لا تأكل من هذه الشجرة وإذا أكلت من هذه الشجرة تموت موتا فمن هنا هو عضل الله وربنا ده ما بيرجع في كلامه يعني فده كانت إيجابتي لكن هما أصروا إنه الإجابة ناخصة لأنه يعني هل من الأسهل إنه يقال لأدم مغفورة لك خطاياك ولا أسهل إنه سيدنا المسيح يمر بكل هذه التجارب والعزوان شكرا لك أخو زكريا حاضر حاضر هجاوبك على السؤال والسؤال جاوبت كذا مرة بس هجاوبك على بنامط الرب شكرا لك عزيزي ناخد الأخ توماس أخ توماس أهلا أهلا بك عزيزي معك الله يبارك برنامجك ويبارك قناة الحياة تعيش يا أخ توماس شكرا أخو وحيد أنا من خلال ما نسمع ونشوف هال يعني التعليقات تبع الشيوخ الإسلام كأنه ده حس كأنه الشيطان يتخبط صحيح يحتضر يعني دحيح مياف كلامك صحيح يعني وبعدين القرآن اللي دائما نسمع ونشوف كأنه كله متناقبات وهذا باقي من خلال يعني تأثير الشيوخ لبعض الآيات ولبعض الأمور هو تخبط كله تخبط فيه تخبط تمام شكرا لك أخ توماس رب يبارك حياتك أخذ الأخ عماد من أمريكا أهلا بيك أخمار أهلا بيك رب يباركك ربنا نحفظ عليك شكرا الآن نلاحظ حاجة عريبة شوية تتفارج على الشيخ على جمعة وشيخ فضلك الإمام أحمد القيد نفس الإسلوب يعني أنت برضو تسمع تسمع كل واحد فيهم في كذا حوار وكلامهم 180 درجة ضد بعض وخبانك يعني يوني الكلام يوني ضده وخبان حبارك بس اللي حجبني في الفيلم ده كله شيخ الأظهر ما طلبوا منه زمان أنه كفر داعش نحن نكلمش نحن نحن نبتلوب نكفر أي حد نحن أخوتنا المسلمين اللي في مصر الناس الكويسة العقلة طلبت من الشيخ أحمد الطلب من أساس الظهر أنه كفر داعش كان نحن نقدرش نكفر واخدها حبابك لكن ويجع ثاني وكفر الأستاذ العظيم سيد الأمي واخدها حبابك ويجع وكفر أمي وفكر غير كفر لكده ناص حمد أبو زيد ويعني باع فرود والناس اللي كانت عام اتلاع ماخرد عشان يبقى يتعايش مع نفسه دلوقتي الإسرام بينعزل يعني أنت بذلك لو فكرت لو تقول لجماعة الداعش أنت يبقى عن المثال يقول لك ناخد جزيرة في نفس المحيط واخدها ونحاجش جيلة وبعد تدع تدع بعضهم جوا في الجزيرة تمام تمام وانت ما وصلت لشي حاجة يعني كنت معنوم ساعات وساعات وترجع لنفسك صح صح شكرا أخ عماد ربي باركك ما عليش عشان الوقت وأخذ بعض المداخلات الأخرى ده نفس التعبير اللي ذكر أعتقد الأخ بول من لبنان إنه عاوز المسيحين حلوين وأهل كتاب حتلاقي عايزهم كفار برضو حتلاقي يعني طيب هل الأخ تليندا لسه موجودة طيب ناخد الأخ تليندا مرحبا أخ أهلا بيك سلامنا للأخ تفضلي مداخلتي ستكون في دقيقة واحدة أشكرك لأنك تثير وتطرح هذه المواضيع لينكشف مدى كذب وتدليس رجال الدين من أكبرهم إلى أظهرهم بالنسبة لنقطة إننا ندعوهم بالكفار نحن لا ندعو الآخرين لا كفار ولا أي اسم آخر من منطلق جملة سيدنا المسيح لا تدينه لألا تدانه وبالنسبة لخطاب شيخ الأزهر الذي عرضت منه مقاطع كلامه غير صحيح ويكذب وعيب يكذب في هذا الزمن بوجود هذا الكم من الفضائيات التي تكشف كل شيء عندما قال عن العنف المسيحي أقول له هل رأيت أو سمعت واحد مسيحي عندما يقتل أو يقول هل يلويا باسم يسوء صحيح ولكن المسلم الإرهابي في كل جرم وتخريب يقول الله أكبر كأنها كلمة السرء الشيطانية مثل إستحيا سمسم لكن هنا تنفتح أبواب جهنم شكرا جزيلا لك شكرا لك يا أخوة ليندر ربي بارك حياتك خلينا أقدم برضو حديث بصراحة أنا مستغرب يعني بس الحديث مهم أنه الأحباء المسلمين في الإطار بتاع الكلام بتاعنا ده اسمعوه وفكروا فيه الحديث صحيح يعني أنا أقدم لك الراوية هو أنس بن مالك والمحدث الهيسمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد والدرجة رجال ورجال الصحيح المحدث الشمس الدين أبو العون السفار ريني الحنبلي في شرح سلاسيات مسند الإمام أحمد الدرجة على شرط الصحيح المحدث أحمد شاكر في عمدة التفسير الدرجة إسناده صحيح المحدث ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة يعني حطه في السلسلة الصحيحة والدرجة صحيحة على شرط الشيخين الشيخين يعني البخاري ومسلم أن النبي صلى إلهه عليه وسلم قال لرجل أسلم تسلم لقى واحد قال له الكلام قال الرجل إني أجدني كارها أنا كاره يعني أنا يعني ما حابب قال وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص يعني رسول الإسلام عايز عدد أسلم دلوقت أنت وبعدين حسن النية والإخلاص حتى لو كارح حتى لو كارح طب ما هو الإيمان ما هو الدين أنت عاوز بس عدد يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مسلمين طيب هم في أعماقهم إيه هذه هي المنظومة الإسلامية لما بيدخلوا البلاد في ذلك التاريخ كانوا بالسيف يجبرون الناس على عتناق الإسلام ولذلك من المسيحيين هناك من دفع الجزية وقال لا أريد إسلام والفقير الذي لم يستطع انقسم إلى قسمين منهم من قبل الاستشهاد لأنه لا يستطيع أن يدفع الجزية ومنهم من اعتنق الإسلام خوفا كرها بعد كده ولد ابنه وابن ابنه ولدهم كمسلمين خلص إنما هو دخل الإسلام مكرها هذه هي المنظومة الإسلامية وأنا مش عايز برضو أسيب الجزئية دي غير ما أرجع للشيخ سعيد الروبي وهو بيتكلم عن الفكرة بتاعت المنظومة إنه الفكر اللسان والقلب اللي أنا شرحتها لكم من شوية اللي ذكرها الشيخ صالح الفوزان والشيخ شبر سنة وشيعة إنه باللسان قول إنك أنت مسلم وسمعت الرسول مع الرجل الآن قول إنك أنت مسلم القلب ده بعدين يأتي حتى من من كانوا أو كنا لأنها امرأة في يعني حول رسول الإسلام مش عايز أفوت عليكم الجزئية دي خلينا نسمع الشيخ سعيد الروبي وهو يتكلم عن سبي بني قريزة ومن بين سبي قريزة اصطفى رسول الإسلام واحدة مهمة جدا خلينا نشوف فيديو رقم 12 ونرجع اصطفى النبي صلى الله سلم لنفسه من المئتين ريحانة بنت زيد كانت متزوجة في بني النظير وصبيت أصبحت سبية وأصبحت رخيقة مملوكة ملك يمين عبدا اصطفى النبي صلى الله سلم لنفسه وعرض عليها الإسلام فأبد إلا اليهودية تمسكت باليهودية فعزلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عزلها عن الاختلاط بالآخرين طالما أنها تمسكت باليهودية ثم أرسل النبي صلى الله سلم إلى ابن سعية ابن سعية هذا رجل من اليهود كان قد أسلم قريبا جدا يعني له أيام في الإسلام وعرض النبي صلى الله عليه الأمر أن ريحانة ترفض الإسلام وتتمسك باليهودية فقال ابن سعية فداك أبي وأمي يا رسول الله هي تسلم واستأذن ابن سعية من الرسول صلى الله أن يتكلم مع ريحانة فأذن له هي مملوك عبد ملك يمين رقيقة فقال لها قد رأيت ما فعل الله بقومك بقومك بني قريضة وقد رأيت ما فعل الله بحيي بن أخطب لما تكلم مع قومك وذكرها بالمواقف عرض عليها الإسلام ثم قال لها أسلم يصطفيك رسول الله صلى الله سلم لنفسه والمعنى إن أصريتي على اليهودية لم يصطفيك وإنما سيتصرف فيك سوف يبيعك سوف يبيعك يتخلص منك يقصيك يبعدك فهو يعرف شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يقول الله أسلم يصطفيك رسول الله صلى الله وسلم يختارك ويدنيك يقربك هذا شرف هذا فضل هذه كرامة فلما عرض عليها أسلمت رضي الله عنها وأرضاها أسلمت سر النبي بإسلامها جدا واصطفاها لنفسه وكانت يعني ملك يمين للنبي صلى الله وهذا شرف هذا شرف يعني الإنسان والله يا إخوان يعني الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله إنما الإنسان لو كان يعني عبد عند الرسول هذا شرف لو كنا مملكين ملك يمين للرسول وعبيد عند الرسول فهذا شرف والله هذه كرامة شيء عجيب جدا يعني بيقول لك نعمة الإسلام الرجل بيقول لك نعمة الإسلام وبيعلم التعليم بيقول لك الحمد لله على نعمة الإسلام يعني أنتوا شايفين ريحانة أسلمت لي مش عشان اقتنعت بالرسالة مش عشان اقتنعت أن الرسول هذا يعني نبي مرسل من عند الله لا عشان يصطفيك كانت عبدة كانت رقيقة كانت ملكة يمين وقالونا أن الرسول جاء يخرج الناس من عبادة الناس وكان عنده عبيد ويمارس معهن الجنس تحت مطية ملكة يمين برضو مش موضوع النهاردة بس انتوا شايفين يعني وحدة عايشة مع رسول الإسلام في بيته يمارس معها الجنس وهي قالت باللسان إنها مسلم عشان يصطفيها انت شفت عامل ايف ابوك مش مثلا جاء لها شفت تعاليم الإسلام تعالي وريك تعاليم الإسلام وأقنعها بتعاليم لا دا أقنعها إنه شفت عامل ايف ابوك وفي أهلك ولو انت أسلمت حيصطفيك يخليك مقربة بئس هذا الدين يعني بصراحة وكما قال الكتاب مجدهم في خزيهم الرجل بيفتخر بأشياء غريبة جدا المهم أن ريحان لم تقتنع بقلبها ولكن لكي تعتق من يعني قسوة العبودية فتنتقل إلى ملكة يمين وهي برضو عبدة ورقيقة فأسلمت لأن حتى يصطفيها الرسول ليس أكثر من ذلك أنا أعارف أنه في متصلين بس عشان الفكرة تكتمل وهرجع وأديكم ما تبقى من الوقت وأجيب على الأخ زكريا بسرعة بس بعد ما أخذ مني هم زوجات يعني غير صفية وغير ريحانة وغيرهم من اليهود جاب واحد من شعراءه وقال له إيه اشتم بني قريزة يعني يعني يشتم بني قريزة في شعر وإيه الروح القدس معك طبعا الروح القدس في الإسلام جبريل جبريل على لسانك حيديك الشتائم الحلوة خليلنا نسمع فيديو رقم 13 للوقت ونرجع فالنوى السلام قال من يحمي أعراض المسلمين أنهم كانوا استفرادوا قبل كده بالمسلمين أيام الحصار لما قريش وغطفان كانوا بيحصروا المسلمين وهم نقدوا العهد وحربوا من الخلف وراحوا يتجولوا في الحصون لعلهم يظفرون ببعض المسلمين فيمكن حدها يتكلم عن العرض المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحمي أعراض المسلمين يتكلم عن بني قريزة ويدافع عن أعراض المسلمين فتقدم ثلاثة من الشعراء كل واحد عايز يفوز بهذا الشرف حماية أعراض المسلمين والدفاع عن أعراض المسلمين كعب ابن مالك شاعر معروف وعبد الله ابن رواحة كان من الشعراء الكبار عبد الله ابن رواحة الناس كثير جدا ما يعرفوش لعبد الله ابن رواحة كان من الشعراء لا كان من الشعراء اللي الفطاحة رضي الله عنه وارضاه والثالث حسان ابن ثابت فالثلاثة اتقدمه فقال النبي يا حسان اهجو بني قريضة وجبريل معك جبريل يؤيدك ان الملائكة تسدد بإذن الله تسدد الإنسان يعني المسلم المؤمن لما يتكلم الملائكة تسدده تسدده تجري على لسانه الكلام الحكيم الرشيد لما الإنسان يكون يعني يعني عنده صفات معينة عنده صفات وعنده أحوال الملائكة تسدده بإذن الله عز وجل فالنبي قال لحسان اهجوهم بني قريضة وروح القدس معك بعض الوقت يؤيدك له جبريل فأنشد حسان بن ثابت أبيات متعددة في هجاء بني قريضة لعنة الله عليهم عليهم الهجو هو السبو الشتم بالمناسبة هو الروح القدس وأي ذك فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم هذا هو القرآن لا علاقة لهذا الإله بإله الكتاب المقدس لا يوجد علاقة بين الاثنين المهم بسرعة كذا أنا سأخذ الأخ قانون تفضلي أخ قانون تعالوا تفضلي أخ قانون سلام أستاذ أهلا بك مرحبا بالربي باركك ياريت بسرعة عشان بس الوقت يا أخ قانون تفضل عزيزي أنا كنت إذا نتكلم أنا كنت إذا نعمل رسالة الشيء الشيئي كانت بتكلم بقول الإسلام هو منتصر أنا عايز أقول له ممكن نشوف قريطة الدول العربية في جنوب السودان حسن ماشى في يده وهم كان بقول قوية لكن السيبز الحدين جنوب السودان حسن فات من دول العربية و بعد مصر سيأتي وبعض الدول سيأتي فالإسلام محظوما من اليوم شكرا لك تمام شكرا لك أخ قانون هو يتكلم عن جنوب السودان كان ضمن منظومة الدول العربية لكن قطع وهو يقول حسب ما هو شايف أنه مصر في الطريق ودول كثيرة أخرى في الطريق ستخرج عن هذه المنظومة أمنور أهلا بك سلام المسيح أهلا بك أخوة أمنور يعني الأقانيم تالوث الأقانيم موجودة إيمان عند اليهود وأنا المسيحيين هذا إيمان أوكي معناته خلل في الإسلام كاتب القرآن إله القرآن ما يفتهم التالوث والأقانيم صح أوكي فالأمون يخليه حاربون إلههم وكاتب القرآن وبعدين فيه إضافة بس أريد أقول بالبشارة وبكلمة المسيح إن شاء الله نقضي الإسلام بالسلام لا بالسيف شكرا شكرا لك أختي المباركة بالتوبة والرجوع نقضي على كل فكر ليس بدون توبة وليس بدون رجوع أجاوب على سؤال الأخذ زكريا حضرتك بتقول ماذا لو قال لهم مغفورة لك خطيتك يا آدم طيب قال لهم مغفورة لك خطيتك مثلا وماذا في الموت الناس بتفتكر أن ما أصاب آدم هو أنه ارتكب خطية طبيعة البشرية دخل إليها عنصر الموت واللحظة التي أكل فيها آدم مات خلود آدم الحلقة المفقودة في الإسلام هي الخلود يا عزيزي فآدم لم يخلق لكي ما يموت آدم خلق خالدا حينما أخطأ فقد خلوده وأصبح عليه حكم الموت حتى وإن قال له الله مغفورة لك خطيك سيموت آدم حتما فكان لابد من الفداء وهناك حلقات بنعمة الرب أنا عملتها في هذا الإطار ممكن ترجعها في ردود على أسئلة كثيرة إذن أحبائي في نصوص كثيرة أنا كنت مجهزة النهاردة على أنه لا إكره في الدين منسوخة ولا إكره في الدين البعض الذي هو بيشوف يجب الإكره لأنه لا تتنافى مع قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم وغيرها من نصوص زي ما أنتم شفتوا لأن الإكره في عاملين عامل اللسان والقلب أنت لا تستطيع أن تكره بالقلب لكنك يكرهه باللسان ليقول أنه مسلم لينضم ليكون هناك عدد لا تسمحوا لأي شيخ بعد كده قدامكم إن كنتم مسلمين أو مسيحيين أو أي عقيدة أخرى أن يقول لكم لا إكره في الدين ويمثل الطيبة والرحمة بالآخرين هذه لا وجود لها في الإسلام زي ما سمعت من شيوخ اتنين في الشيعة والسنة وكما قدمت لكم من مراجع يكذبون علينا ليس معنى لا إكره في الدين سيبوا الناس في أديانهم لا لا إكره في الدين ده بالقلب أنت لا تستطيع أن تجبره لكنك تجبره أن يدخل في الإسلام وهو كاره ورسول الإسلام قال للرجل أسلم تسلم ما معنى تسلم أسلموا تسلموا يسلموا من ماذا إن شاء الله من السيف يعني على كلين أحباء المباركين زي ما أنتم شايفين قدامكم هناك لعب بالمصطلحات هناك عدم مواجهة للحقيقة على الشيخ علي جمعة وأحمد الطيب أن يخرجوا للمسلمين حينما يسمعوا هذه الحلقة وهم يسمعون أن يقولوا للناس ما حكم الكافر لأنك لما تقول المسيحين كفار وأنت تعرف ما هو حكم الكافر في الإسلام فأنت تعطي رسائل إلى المرتزقة وغيرهم ماذا عليهم من يفعلوا بالمسيحين الرب يبارك حياتكم أحبائي صلوا من أجلنا ونلقاكم في حلقة قادمة بنامة الرب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر